الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الذين يعانون من الصمن منذ صغرهم أو يولدون وهم لا يسمعون صوتا إذا تمت معالجتهم فإنهم يصابون بالدهشة الكبرى لأن الأصوات تختلف يقولون كنا نظن أن أصوات الناس كلها واحدة وأنه ليس هناك شيء يختلف في صوته عن غيره الأصوات من آيات الله عز وجل فلو كان بيدك كأس وسقط على الأرض على أرض صلبة فإن صوته يختلف أما لو كانت بيدك حديدة وسقطت على الأرض حينما يسد الباب تعرف هذا صوت الباب حينما تهب الرياح فإنها تختلف وأصوات الأشجار وأصوات الأغصان كلها تختلف الناس تختلف أصواتهم لكل إنسان صوته الخاص به كما أن لكل إنسان بصمته الخاصة به وتعرف الأشخاص بأصواتهم فلو اتصل بك أحدهم وكان صوته مختلفا إما لا تعرفه أو تسأل ما الذي حدث بك هل إن أو تارك الصوتية تعرضت لمرض وصوتك اختلف الأصوات أساسا من نعم الله على البشر حتى أن الذين صنعوا السيارات الكهربائية والتي لم تكن فيها صوت هذه السيارات كانت تحتاج إلى أن يكون لها صوت لأنها إذا جاءت من خلفك فلن تشعر بها بشكل عام الأصوات خاصة بالأشياء الطيور لها أصواتها الخاصة الحيوانات لها أصواتها المختلفة أن تصهيل الخيل تسمعه فتعرف أنه صوت الخيل ولكن صوت الحمار يختلف ولذلك يقول ربنا عز وجل إن أنكر الأصوات لصوت الحميرة النفس ترتاح إلى الأصوات الجميلة ولا ترتاح إلى الأصوات التي ليست كذلك نحن نعيش في عالم كل شيء فيه يختلف عن غيره من صنع كل ذلك أليس هناك من يملك الحكمة المطلقة والقدرة المطلقة حتى أعطى لكل شيء صوتا خاصا به يختلف عن غيره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر